موسيقى مرة أخرى أحزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم طبعا شكرا لزميلة عبد الرحمن بزين على التقرير الجميل عن الصدقات و عجبني الطفل الصراحة الموجود طبعا الصدقات كلنا نعرفها هي أساس هذا الكون و هذه الحياة إذا لم يستمرت الصدقات و لم يكن مเปكون بعيدا عن معلومات هذه الأشياء ما ستستمر الحياة وتستمر الحياة على قولة زميلنا سيلفر طبعا موهبة انتشرت في هذه الأيام وكل من صار يستخدمها وصار يحس بأنه موهوب بيها وصار هذا الشيء اللي ما سأقوله قلتها حياك الله أستاذ حمود العتيق مصور ومدرب الله يحييك حبيبي الله يسأل مكبارك فيك وفروس سعيد أن يكون موجود في برنامجكم الله يسعدك حبيبي إحنا أسعد طبعا أستاذ حمود أنت شايف أنه دحينا الآن أكيد أبدأ بداية بعيدة شايف الآن بدأوا الناس كل من اشترى كاميرا وقال أنا مصور وحطها هنا على صدره وما رأيك في هذه الظاهرة والله هي ظاهرة صحية حلوة لكن تحتاج للصقل نحن محتاجين أن التصوير حلو وأن يكون موجود كل واحد يصور والأمور هذه لكن يحتاج الإنسان أن يسقل نفسه يعني لا يتوقع نفسه أنه شار الكاميرا معناته هو مصور التصوير هو بحر وعلم يعني ما يتوقف صراحة ما شاء الله طيب حلو وديتنا كده كلمة تفتحية كأنه الضيوف بدأوا يعرف أن معنا مدرب ما شاء الله في التصوير أستاذ حمود العتيق عرفنا أبرافك أستاذ حمود كانت انطلاقاتي تعرفت على واحد مصور الله يذكر بالخير اسمه محمد العبيدي الشخص هذا أعطاني لمحات من صوره وعجبت بس تصوير وبدأت أني أدخل عالم تصوير وجدت أنه فعلا أي واحد يتعلم كنت توقع أنه تصوير شيء صعب يعني ممكن أنه أي واحد يعني مو أي واحد يدخل المجاهة لكن أعطاني تلميحات وشجعني وهذا اللي كنت أتمنى وبدأت هذا الشيء طبعا أن هذا الكلام قبل ثمان سنوات أي وحلو هنا نعرف البداية متى كانت الانطلاقة هل المتأخرة توقع متأخرة يعني أو لا الانطلاقة متأخرة لكن كان فيه موجود بأخلي شيء كنت أحب التصوير كنت أحب أشوف الصور أستمتع بالصور بمجالي تخصص التصميم وهذا الانطلاقة كانت أيوة جميل مره حلو طب الدعم أنت قلت لي فيه تشجيع كان ما شاء الله من الشباب أو هو شخص واحد كان فيه تشجيع يعني في مشوارك أنا دائما يقول للشباب أن يرسل لي صورهم مثلا على الفيسبوك أو على تويتر أو على التواصل الاجتماعي بالله يا حسد حمود ممكن تشوف صورنا طبعا هم أي شيء يبقوا تشجيع أنا أنصح نصيحة يعني من أخ وشخص يعني يحب التصوير لا تبحث عن شيء هذا خلك واثق من نفسك ومقدراتك في مجالك ناقش نفسك وحل مشاكلك بنفسك صدقني لأن هذا الشيء هو الصحيح لأنه كل واحد له نظرة فنية في الصور فأنا ممكن تكون صوري أو نظرة فنية حقتي يعني غير اللي هو يشوفه فأنا أنصح دائما أنه يروح يتجه لمجال التصوير بعمق يعلم عينه كيف ممكن يلقط الصورة يدرب عينه كيف ممكن يشوف الصور يدرس الصورة يعني ما يشوف الصورة بس يقول الله صوره بس كيف أخذ الزاوية ليش صارت الشمس يمين مو يسار ما معنى التدرج الذي يحدث في الصورة ما سببه هذا هو الأشي فإذا حاول يدرس الصورة سيتعلم جميل جميل على فكرة أنا قدمت لك صورة قبل سنتين أو ثلاثة على الفيسبوك حتى شرحت له قلت له هذه صورة و أنا مبتدئ والله ستطلت عديقات لا أحب على تقالي قال لي لا في نقطة في هذا الفوكس الله يجبك العافية بعدها بدأت أحاول أحسن نفسي هذه مشكلتي أنا لا أحب الجامل في مجال الصور خاصة في مجال الصور لأن أحب شخص حتى لو أنا صوري ليس كذلك في مجال تصوير لكن أحب أن أعطي الشخص بوجهة نظري الشخصية الفعلية بما أنه سألني حلو طب البداية تشوف البداية دائما تكون صعبة كيف أنت قدير تطور نفسك وتتخطى كثير من العقبات التي وجهتك والله شوف المواجهات هو المجتمع كفكرة التصوير على أطاري فكرة التصوير دعنا ندخل موضوع معين خذ دراحت ماشاء الله بس ولا قاطع شوف الصور هذه طبعا من تصويرك هل تتنوع عليها هذه الأولى كانت بوادي الخنق في مدينة النورة أحدودية المدينة النورة هذه جبل الرمان صورة طبيعية يقول لي يمركب صورة فتشوب مش عارف مش عارف ما صورة فتشوب هذا هذا الهيدر في حسابي في فلكر ماشاء الله هذه الدورة سويتها كانت مجانية ماشاء الله التي نادي المصممين العرب ماشاء الله فهي فترة هذه أحسن صورة شكرا رب صوت الله يدي ما يارب هذا أحد الشباب كان ارتقط لي يارب ما هذا طيب تبين الفرق بين المايكرو العادي والمايكرو السوبر مايكرو فالعين الكبيرة كانت السوبر مايكرو والعين الصغيرة الصورة الجرادة نفسها كانت مايكرو ايوه طيب لا مشاكل نكمل قصتنا مجال مجال التصوير نقول التصوير هذه نقطة أنا دائما أتناقشوني كثير ناس فيها موضوع التصوير الصورة أو التصوير هذا مفهوم خاطئ نحن سمينا في أنفسنا زمان كانوا يسموننا عكس أو عكاس صح؟ صح الذي يعكس الصورة هي الصورة فعلا عكس للشيء الذي تصوره فأنا بدأت من فترة ثلاثة أو ربع شهور ألغيت اسم المصور سميت نفسي فوتوغرافي أو عكاس عكاس طب مصور هذا في الراحة المصور هذا المصور هو الذي جسد وهو الذي نزل فيه الحرمانية ايوه عندما نخش في الدين الحرام و هذا كانت على المصور الذي يجسد التماثيل لأننا واجهنا هذا طبعا هذا من حقهم لأنه في حديث صريح وواضح لكن نحن نوضح للناس أن التصوير المفهوم ليس مفهوم التصوير العادي المعروف الذي نزل فيه الحديث لا التصوير هو عبارة عن عكس الشخص فقط يعني لا يوجد تجسيد أو تصوير جميل حلو فهذه وجهة نظري في مجال التصوير فأنا فوتوغرافي يعتبر نفسي من الآن فوتوغرافي أو عكاس حلو عكاس عكاس هذا هو زمان كانوا أيام قدام أيام جدتي وذلك كان يقول روح أجيب عكسك صورتك صورتك يعني عكسك علقة من ديك الأيام أنا لازم وراث وبصراحة بحثت فيه موضوع كثير كثير جدا فإن شاء الله أني كن وفقت بالمجال هذا وأنا بصراحة قائم حملة في الموضوع هذا جدا أي وماشاء الله تبارك الرحمن لكم شركات محلية وعالمية صحيح فيه شركات محلية بس أنا توقفت من فترة يعني مو زمان يعني ممكن قبل أربع سنوات شاركت في مجال التصوير في معارض أو سيكذا شاركت في المغرب وخفزت مركز الثالث في صورة بورتري كانت شاركت مسابقات محلية اسمها وفقت شاركت في معارض كثيرة منها معارض في الجنادرية في المدينة ماشاء الله أي وفي معارض الليوان في حايل برضو في قسم الحايل في الجنادرية طبعا شاركت أكثر من موسم فكانت مشاركتي يعني كثيرة قليلة نعم طيب حلو كثيرة قليلة لكن توقفت سبوت توقيف أظن يعني أنا بعض المصورين يقول لك أنا لا أخش في المسابقة لأنه بعض الأحان المسابقات تأخذ الصورة وتلغي لك كل الحقوق لا تطالب في أي حق هذا كان سبب والله لا ما هو هذا السبب الفعل الحقيقي في موضوع المعارض بصراحة لضعف المعارض عندنا في المحلية عندنا ضعف في المشاركات المحلية ليس شيء فكرة أنه تنظيم فقط لا أكثر يعني المشاركات العالمية أنا نفسي شارك في المشاركات العالمية ولكن لم يكن أي فرصة أن أشارك إلى الآن لم أشارك حسنا جميل المشاركات هذه لا تضر لكن أنت ما شاء الله الآن مدرب صحيح هذا كلام نعم أنا مدرب هناك كثير من المتابعين مبتدئين في هذا المجر أول تبدأ توضح الأدوات هذه أمامك ما هي أو ما هي هذه الكاميرا هي الكاميرا عفوا كاميرا هذه عدسة هذه عدسة مايكرو اسمها مية مايكرو طبعا هناك صدارين لنكون ونكون للكانون ونكون لشركات الأخرى لكن هذه عدسة تسمى المايكرو لماذا مايكرو أو ماكرو وهو خاصية تقريب لأن أنا أستطيع أصوّر شيء صغير بشكل دقيق جدا أستطيع أثبت مسافة قريبة جدا أو وكانت النملة مثلا في محل أصبعي يضبط الفوكس وكل شيء ويصور بشكل كبير فالصغير يظهر كبير هذا اسمه المايكرو في عدسات أخرى العدسة سمونا ستاندر أو العدسة القياسية عادية القياسية القياسية هي عدسات هي نفسها هذه قياسية بردو بس بخاصية المايكرو هذه عدسة اسمها خمسين طبعا يستخدمون دائما في تصوير بورتري وتصوير الشخصيات أي وحلو جميل قبل ما ننتقد الكاميرا هذا العدسات هذه لها تأثير في الصورة هل العدسة دور أو الكاميرا القوية تحمل طبعا العدسة و جودة العدسة لها تأثير مبهر في الصورة أكثر من الكاميرا هي الكاميرا تدعم لكن العدسة و جودة العدسة تفرق كثير لما تتصور فيها فلما تستخدم شركات أخرى مقلدة لشركات ممكن تضعف جودة الصورة من الألوان من دقة الصورة لكن لما تأخذ الشركة نفسها لحق الكاميرا تعطيك جودة أعلى في مجال الصورة طيب عشان الوقت بس دهمنا في مبتدين يقول لك كانون نيكون كانون نيكون إيش اختار كانون مبتدين اللي تحب نيكون والكانون كلها مستوى واحد لكن انت تبحث عن شيء يخص الوكالة إذا انت وكالتك أو الوكالة الكاميرا في المدينة التي انت فيها أكثر يعني تعطي مثلا سواء نيكون أو كانون انت تتجه للشيء الذي يتوفر لك وأصدقائك أظن إذا بينك مجموعة كلها كانون فعلا فعلا أحسنت أن كل مجموعتك كلهم معهم مثلا كانون يفضل أنك تدخل كانون لأنك ممكن تستعير منهم عدسات أو مفلاشات أو استخدامات أخرى طب حلو التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديو أنا كنظرة مبدئية أقول لك كلها مثل بعض لكن هل هي صحيح كلها مثل بعض أو لديها فروقات شاسعة هناك فروقات احترافية لكن الأساسي أو البيسيك هو واحد فتحة العدسة السرعة الآيزو اللي هو الدي بي آي الدي بي آي أو الدي بي آي عندنا في الفوتوغرافي طبعا العدسة الستاندر والأمور هذه والاستخدامات الآن بدأت الفوتوغرافية ما صرت فوتوغرافية فقط الآن صرت فيديو تصور فيها أفلام قصيرة تصور فيها مشاريعك الخاصة كل الأشياء هذه ممكن أنت تصورها يعني حين الكاميرا هذه لما نصور فيها هي نفس استخدامات الفيديو نفس استخدامات الكاميرات الكبيرة لكن إنها تعطيك دقائق أقل من تصوير الكاميرات الكبيرة نفس الجود يعني نفس لا مو نفس الجود طبعا يفرق يفرق عليك تخصوص فيديو هذا تخصوص فوتوغرافي فهم يعطيناك خاصية الفيديو تمام فأنت لما تصور في هذه تعطيك فترة نصف ساعة فقط تصوير وتقف لأنه عندها الحرارة تعطل الكاميرا يعني ممكن أنت تصور نصف ساعة تستنى شوية نصف ساعة بس أن هذا حضر في أشياء داخلية جودة الكاميرا من ضمنها الحساس يبدأ يخرب عندك ويصير عندها مشاكل في الحساس جميل تعال من مشاكل في أثناء ممارستك مهنتك أو موهبتك في التصوير مشاكل بيننا مشاكل في المجتمع من المجتمع بشكل الآن بدأت تطور الآن بدأت العقلية تكبر شوية بدأت الأمور توضح أكثر بدأت الناس تعرف ما هو التصوير هو ليس مجرد التصوير هو فن مثل الفن التشكيلي مثل الفنون الأخرى لها وزنها لها قيمتها في الإعلام لها وزنها في الذوق الإحساس كل هذا للذكرى الصورة هي ذكرى صور أجدادنا صور أطفالنا صور أخواننا كل هذه نستجد منها ونوريها لأجيالنا الجاية فهذا أنا أعتبر التصوير أو دعنا نقول لك الفوتوغرافية حسنا لكي نستطيع نخطب بسرعة كيف يتابعوك الناس حسنا صبقتهم أنا كيف يمكن الناس يصلوا لك الآن لا لا الناس لو يصلوا لك في فيسبوك و تويتر كيف الطريقة بسرعة حسنا نحن الفيسبوك عن طريق فيسبوك تقريب حمود العتيق وعن طريق تويتر حمود العتيق وإلى هنا يعني كل حمود العتيق طيب إلى هنا خلاص أنا انتهيت وقت مرة خلص الله يديكم العافية والحاجة وكل ضيوفنا الله يديهم العافية أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وأشكر كل طاقم العمل منهم العكاسين خلف الكاميرات الله يديهم العافية والمخرج والمعدين كلهم وكل ضيوفنا اليوم نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة وإلى لقاء قريب اشتركوا في القناة